لنبدأ مع حضراتكم استعراض بعض المعلومات عن الطائرة الفرنسية رافال وهي طائرة مقاتلة متعددة المهام من الجيل الرابع ونصف كشف عنها في ديسمبر من عام 2000 وهي واحدة من المقاتلات المتعددة المهام من القوات الجوية الفرنسية وقد أبدت عدة دول اهتمامها بالطائرة لكن لم توقع أي صفقة حتى عام 2015 حين وقع أول عقد تصديري مع مصر لبيع هذه المقاتلة لنبدأ أولا بأبعاد الطائرة رافال وزن المقاتلة رافال فرنسية الصنع بلغ 9500 كيلو جرام فيما يصل وزن الطائرة عند الإقلاع حوالي 24000 من الكيلو جرامات أما طول الطائرة فيصل إلى 15.27 من الأمطار يصل ارتفاع هذه الطائرة إلى 5.34 من الأمطار أيضا تبلغ المسافة بين جناحي الطائرة حوالي 10.8 من الأمطار أما إذا تحدثنا عن سرعة الطائرة رافال القصوى فتصل إلى 1.8 مخ وهي وحدة قياس سرعة التقدير أو مقارنة بسرعة الصوت وذلك في الارتفاعات العالية فيما تقدر سرعتها بحوالي 1.1 مخ في الارتفاعات المنخفضة لنتحول إلى حمولة الرفال من الوقود حمولة الرفال من الوقود تقدر بنحو 4.7 طن في خزاناتها ويمكن للرفال أن تطير إلى مدى ما يقارب حوالي 3700 كيلو متر وتتميز الرفال بقدرات قتالية عالية وأول مميزات هذه المقاتلة هو احتواؤها على رادار من الجيل الرابع وهو ما يعني قدرتها على تعقب حوالي 40 هدفا مختلفا في نفس التوقيت إضافة إلى احتوائها أيضا على ما يعرف بالبصمة الرادارية الصغيرة وأيضا أنظمة الحرب الإلكترونية كما تحتوي هذه الطائرة أيضا على نظام كهربصري للبحث الحراري وتتبع الأهداف تمتلك الرفال قدرة على الاشتباك مع أربعة أهداف جوية وضرب ست أهداف أرضية في نفس الوقت كما زودت الرفال بمدفع من عيار 30 مليمتر وتمتد كثفته النيرانية إلى 125 طلقة في الثانية أيضا من الأنظمة التي توجد بها مجموعة من السواريخ فالمقاتلة رفال تحتوي على سواريخ من طراز جو جو وأيضا طراز جو وأرض وهذه تعتبر آخر أسلحة المقاتلة الرفال هي القنابل فالرفال تحمل على متنها قنابل ذكية وبهذا يصل إجمالية حمولة الأسلحة على متن الطائرة رفال حوالي 9.5 طن من الحمولة كان هذا عرضا للطائرة رفال وما تحتويها من بعض الأسلحة وعودة مرة أخرى شكرا شكرا شكرا